إذاعة سلطنة عمان تقدم أصوات تتحدث إلينا تعود إلينا موسيقى متلاشية صدا بعيدا يرجع الصوت الصوت والصدر إعداد وتقديم صالح بن علي العامل تنفي مونة بنت سالم المسلمية موسيقى ولكنها تدور موسيقى جاليليو جاليلي عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي أولد في بيزا في إيطاليا في الخامسة عشر من فبراير من عام الف وخمسمائة واربعة وستين من المؤكد أن جاليليو كان مسيحيا صادقا بل إنه لم يكن بطبيعته معاديا لكنيسة روما لكن مأساة حياة جاليليو ومأساة خلافه مع الكنيسة كان مصدرها في الأصل خلافه هو مع أفكار وآراء أريستو في علم الفيزياء والفلك غني عن البيان أن جمهرة المفكرين والعلماء المعاصرين لا ينكرون ما لأريستو من فضل في ميدان علوم المنطق وعلوم الحيوان لكنهم يعتبرون كتابيه في الفيزياء والفلك مأساة كاملة استطاعت أن توقف نبض البحث العلمي في الفيزياء نحو ألفي عام لقد كان على كوبرنيكوس وكبلر وغاليليو أن يقفوا ضد أريستو عندما أكدوا أن الأرض ليست مركز الكون ولكنها تدور حول نفسها مرة كل يوم وتدور حول الشمس مرة كل عام لقد انتهى غاليليو إلى أن أفكار أريستو في الفيزياء والفلك خاطئة من أولها إلى آخرها لكنه كان يعلم أن هدم أريستو معنى المواجهة مع الفكر الذي تبنته الكنيسة في روما واعتبرت أن أي هجوم عليه يعني الهجوم على الدين المسيحي نفسه لقد كانت نظرية كوبرنيكوس عن الكون ترفض اعتبار الأرض مركزا له وتقول بدوران الأرض حول الشمس والحقيقة أن غاليليو لم يكن يخاف من التحقير والسخرية فحسب ولكنه كان يخاف أكثر من ذلك من أن يكون مصيره هو مصير برونو الذي أحرق خلال حياة غاليليو لتمرده على آراء أريستو ولأنه أشار إلى احتمال وجود حياة على بعض الكواكب الأخرى الأمر الذي اعتبر بمثابة تهجم على الإنجيل والتورا ودينا غاليليو بعد أن أصدر البابا في عام 1616 أمرا إلى رجال الكهنوت الاجتماعي في مكتبه وقد أفلحت الكنيسة بإسكاته حيث لم ينشر غاليليو شيئا لسبع سنوات وبعد أن أصدر كتابه الجديد المحاورات ويتضمن نقاشا بين أنصار أريستو وأنصار كوبرنيكوس عن تصور الكون صدر في نهاية عام 1632 أمر من البابا في روما إلى غاليليو أن يحضر إلى روما ليواجه المحكمة تهم غاليليو بالهرطقة وإثر محاكمة دامت عشرين يوما وكان قد بلغ السبعين حكموا عليه بالركوع وأن يعلن تخليه عن النظرية التي تقول أن الأرض تدور ورغم أن البعض قد اتهم غاليليو بالجبن والتراجع واعتبر خانعا أمام المحكمة والكنيسة ومنهم المسرحي الألماني بريخت في عمله المسرحي الشهير عن غاليليو إلا أن غاليليو نفسه كان يردد العبارة الشهيرة حول دوران الأرض وهو ينهض من المحاكمة قائلا ومع ذلك فهي تدور أو لكنها تدور بعد شهور قليلة من السجن في روما وعيد غاليليو إلى فلورانسا حيث ظل معتقلا في منزله حتى مات في الثامن من يناير من عام 1642 ومن الإنصاف لتاريخ غاليليو أن نشير لأنه بعد أربعة أشهر من سجنه أرسل نسخة من المحاورات المصادرة إلى ستراسبورغ وطلب أن تنشر ترجمة لاتينية له يبرر البعض موقف غاليليو المهادين لمحاكمته بأن الحقيقة العلمية لا تحتاج إلى دفاع وأنه لا مناصة من أن يأتي الزمن حتى يرى المنكرون لها بأنها حقيقة ساطعة ولأن الأرض تدور حول الشمس حقا فما الجدوى من إفهام رجال الكهنوت المتعصبين بأنها تدور وبأنها ليست مركز الكون لقد اكتفى غاليليو بأن يهمس أثناء خروجه من المحاكمة الشائنة بالقول ولكنها تدور وقد أثبت العلم بما لا يدعو مجالا للشك فداحة تلك المحاكمة وضلال الأكاديميين الكنسيين يقول الشاعر الألماني ريلكة أيتها الأرض المفجوعة من يستطيع أن يحصي خسائرك لا أحد غير ذلك الذي يواصل نشيده مادحا ذلك القلب الذي ولد كاملا ومع ذلك فهي تدور هكذا قال غاليليو ولندعي العمى للعميان والصمم لأصحاب العقول الصدية ومع ذلك فهي تدور لكن الشمس مركز الكون حتى ولو نهضت القرون الوسطى بظلاماتها وغيبوباتها وحجبها الكثيفة ومع ذلك فهي تدور حتى ولو ركع غاليليو بن السبعين أمام سماسرة الدين وأصحاب الأوجه ذات الألفلون ليعلن إنكاره لنظرياته ومبادئه الصاطعة كالشمس والدوارة كالأرض الجميلة ومع ذلك فهي تدور ذلك الصوت الذي انطلق ساخرا من أعداد لا نهائية هي أعداد البلهاء مقتفيا صدا لا نهائيا من حقائق الكون والعالم والموجودات والجمادات الصوت والصدى والصدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر